اشتركوا في القناة 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 مصدر بالزمالك الزمالك لم يفاوض محمد شريف في الاساس ولم يعرض راتبا ضخما كما تم تداوله على السوشيال ميديا واتم الزمالك يفكر حاليا في دفع غرامة لشبونة واتشينبونج لرفع وقف القيد ثم محاولة التعاقد مع صفقات للموسم الجاري ولم نفكر في الموسم بعد القادم يبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية مواجهة الاتحاد المنستيري التنسي يوم الجمعة جمال عبد الحميد رئيس بعثة الزمالك في السعودية الزمالك سينافس لآخر مباراة في البطولة ونسعى للفوز باللقب في ظل الروح العالية لدى اللاعبين كما أن الجماهير تحتاج منهم لبذل أقصى جهد وشدد على وجود حالة تركيز شديدة لدى اللاعبين للمنافسة على اللقب وتعهد ببذل أقصى جهد للمنافسة وتقديم مباراة قوية تليق باسم مصر ونادي الزمالك وأضاف اللاعبين استوعبوا فكر أوسوريو في الفترة الماضية مصر عزامة المحام الدولي كتب عبر فيسبوك لا يحق لنادي إمبي تفعيل شرط انتقال اللاعب أحمد عيد من نادي الزمالك ووصل طالما لم يتفق أو يوقع عقد مع اللاعب للموسم الجديد وذلك وفقا لللوائح الكيفة وأكمل وهي نفس الحالة لنجم منتخب مصر محمد صلاح عند انتقاله على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي إلى نادي فورونتينا وأضاف لم يستطع نادي فورونتينا تفعيل شرط الشراء النهائي لعدم توصله لاتفاق مع اللاعب وانتقل وقتها محمد صلاح لنادي روما وأتم تم رفض الشكوى نادي فورونتينا ضد نادي تشيلسي واللاعب خاض عمرو السيسي مجموعة من التدريبات التأهلية على هامش الميران الجماعي للأبيض الأحد نقلا عن الوطن سبورت أحمد سيد زيزو لم يتواصل بصورة نهائية مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي من أجل الانتقال لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وما يتردد حول هذا الشأن غير صحيح مشير إلى أن اللاعب عقده مستمر مع نادي الزمالك حتى 2025 وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو يمتلك عددا من العروض الخارجية خلال الفترة الحالية من جانب عددا من الأندية الخارجية للحصول على خدماته من بينها نادي إيفرتون الإنجليزي بالإضافة إلى عدد من الأندية الكبرى في الخليج ولكن سيجرى حسم موقفه النهائي من الرحيل عن النادي في جلسة عقب البطولة العربية موقع كوربلاس هناك مسؤول كبير في نادي إيفرتون الإنجليزي تواصل مع والد زيزو بالفعل واستفسر عن اللاعب لكن لا يوجد حتى الآن عرض رسمي لنادي الزمالك وواصل أولوية زيزو تكمن في الاحتراف بالدور الإنجليزي بالطبع وهو يفضل ذلك عن كافة العروض سواء التركية أو الفرنسية ولكن بشرط الرحيل عن طريق نادي الزمالك خاصة أنه مرتبط بعقد مع الزمالك حتى 2025 وأتم هناك جلسة سيتم عقدها بين زيزو ووالده ومسؤول الزمالك بعد البطولة العربية لحسم موقف اللاعب الذي يبحث عن حصب البطولات والبطولات لا تأتي إلا بالتدعمات القوية لذلك زيزو يريد أن يحسم موقفه بناء على تدعمات الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد لمعرفة هل تلك التدعمات قادرة على حسم الألقاب أم لا فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية وسبب غريب قد يدفع بصفقة فابينيو لصفوف اتحاق جدا للهاوية وذلك بعد رفض السلطات السعودية دخول الكلاب التي يربيها اللاعب لأراضي المملكة لأنها تعتبر خطرة على حد قولهم وربط فابينيو مصير انتقاله إلى صفوف النمور بالموافقة على دخول كلابه للمملكة العربية السعودية مشير أنه يريد توضيحات حول هذه المسألة قبل توقيع العقود بشكل رسمي حسب موقع أقسام التركي الشهير فأن نادي شيفلد يونيتد الإنجليزي يرغب بقوة في التعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الجارية وأشار التقرير إلى أن شيفلد يونيتد يسعى بقوة لتعزيز الخط الهجومي قبل انطلاق الموسم المقبل بالتعاقد مع مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي وأكد أن شيفلد يونيتد حدد مبلغ 20 مليون جنيه ستليني من أجل ضم مصطفى محمد خلال المركات الجاري وذلك طمعا في إقناع نانت بالتخلي عن اللاعب عدل القيع سنستخدم السحر في المرات المقبلة وسنجمع السحر من كل أرجاء الوطن العربي والعالم من أجل أن يفوز الأهلي بالبطولات وتابع إذا كان رجب بحا قد انكشف أمره فباقي السحر ماذالوا موجودين وأضاف السحر هو النادي الأهلي ذلك العمل المؤسسي الناجح والالتزام بالمبادئ من يتحدث عن أن الأهلي يفوز بالسحر إنما هي وسيلتهم للهروب من الفشل فبعد الحظ والتحكيم لجأوا إلى عفركوش ولا نعرف ما الذي سنسمعه في الأيام المقبلة مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن تذاكر مباريات الكأس الملك سلمان للأمدية العربية المقرر انطلاقها الخميس ستطرح للجماهير الرياضية الثلاثاء المقبل حيث ستقسم إلى فئات مختلفة الأسعار موحدة على جميع المباريات وأفادت المصادر للصحيفة السعودية بأن التذاكر تتراوح بين 80 ريال حد أدنى وألف ريال حد أعلى وسيجرى بيعها عبر موقع تيكيت ماكس إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عامر حسين أكد أنه يعمل على وضع تصور كامل في الموسم الجديد من أجل وضع جدول الدور المصري خاصة أن هناك مسابقات جديدة مثل دور السوبر ليج والبطولة العربية ومشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وواصل دور الموسم الجديد من مجموعاتين من العوامل المطروحة ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي سيكون هناك اتفاقا بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية حول النظام المصابقة وأتم لا يوجد أي خلاف بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية وهناك تعاون كامل بين الطرفين وكنت من المفترض أن أتواجد في نهاية كأس الرابطة ولكن تغيبت لظروف خاصة وأهنئ رابطة الأندية بالبطولة أون تايم سبورت الزمالك ما زال يحاول التواصل إلى اتفاق مع أشرف بن شرقي ولم ينساحب من الصفقة وما يعطل الصفقة حتى الآن هو طلبات أشرف بن شرقي المالية حيث يرى المسؤولين أن اللاعب طلباته المالية كبيرة والساعات المقبلة سيتضع فيها كل شيء مضيفا أن الزمالك يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي من أجل نهاء الصفقة وضم اللاعب المغربي بس كان هذه كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن هذه الزمالك أتمنى الفكر المخفيفة على قلبكم يدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب بالقناة ومتشكل جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام